اشتركوا في القناة مازلنا مع السنة الأولى جنر مشترك آداب مع المحور العاشر من المواقف الوجدانية الآن حصة قواعد إن شاء الله سنتناول فيها الفعل المجرد والمزيد ومعاني حروب الزيادة حاولوا أن تفتحوا الكتاب أمامكم صبحت 169 سنرى بعض الجداول هناك لأن المجرد دفع المزيد فيه بعض الجداول وما إلى ذلك نحتاج إلى كل ذلك قبل ذلك لأن هذا الدرس اكتبسناه من قول جميل مازلنا تذكرون حصة جميل ومثينا من المواقف المجدانية من الغزان العافية هذا البيت يموت الهوى مني إذا ما لقيتها ويحيا إذا بارقتها فيعود لو سألتكم سؤال استخرج لي الأفعال الموجودة في هذا البيت واضح يموت صحيح لقيتها نعم يحيا بارقتها فيعود يموت نرجعه إلى الماضي تصبح لنا ماتا كذلك ماتا عن الميم والألم والتا لقيتها نحاول أن نحذف جميع الإضافات من ضمائر وغيرها لقيتها لقي لقي ي لاحظونا يحيا ي المضارعة تصبح حايا لاحظونا إذا فارقتها فارقة فارقة ننزع الضمير والهاء الضمير كذلك أين هو الفعل المجرد؟ أين هو الفعل المزيد؟ ماتا؟ صحيح مجرد لقي صحيح مجرد حايا صحيح مجرد ثلاثة فارقة آه فارقة لا فارقة هي في الأصل فارقة فارقة ولكن نجد هنا الألف الواضحة في الوسط فارقة زين بحرف وممكن أن يزاد بحرفين وممكن أن يزاد بثلاثة أحرف ما الفرق ما بين المجرد والمزيد؟ نستطيع أن نقول أن الفعل المجرد هو ما كانت حروفه أصلية حروفه أصلية خ ر ج ج كنا نقول خرج هنا الشدة أصبحت إضاقية تا خرج هنا تا و الشدة حربين استخرج حروف المداركة هذه كلها إضافات إذن ما الفرق ما بين المجرد والمزيد؟ المجرد هو مكانة حروفه أصلية خ ر بينما الآخر الآخر مسميه الفعل المزيد هو ما زيد على فعله و على حروفه الأصلية حروفا زيد يعني ممكن أن يضاف إليه حرفون ممكن أن يضاف إليه حرفان ممكن أن يضاف إليه ثلاثة أحرار إذن ما هو الشكل الفعل المجرد و ما هو الشكل الفعل المزيد؟ سنرى الآن ذلك واحد هذا الجدول ولا شك أنكم تنظرون إلى هذا البيت هؤلاء موجود عندكم في القاعدة كيف يقول البيت؟ فتحوا كسرين فتحوا ضمين فتحتان كسروا فتحين كسروا كسرين ضمتان هادي البيت له علاقة بهذا الجدول ماذا نجد في هذا الجدول؟ نجد فاعلا فاعلة فاعلا معناها الفعل المجرد إما يكون مفتوح الوسط مفتوح العين مكسور العين مظموم العين ماذا يعطينا فاعلة؟ فاعلة يعني مفتوح الوسط يعطينا يفعول يعطينا يفغل يعطينا يفعل ثلاثا يكون مضموم الوسط عين مضارعه تكون مضمومة عين مضارعه تكون مكسورة عين مضارعه مكتوحة هل أمثلة؟ مثلا ما صار يفعلوا ردوا هاي للمضارع ينصروا أحسنتم يخرجوا جيد يعبروا صحيح يحكموا إذن يحكموا يعبروا يخرجوا ينصروا كلها مضمومة العين في المضارعه لاحظوا هنا يفعل جمع يجمع يذهب يقطع يخضع صحيح ننتقل إلى مكسور العين في الماضي فعيلة ماذا يعطينا؟ يعطينا نوعين يفعل يفعل ثالثا مفتوحة العين المضارعه ثالثا مكسور عين المضارعه هاولا فارحة غاضبة لاقية شاربة ثالثا يفرح غضبة يغضب لاقية يلقى شاربة يشرب ويفعل هاولا حسب يحسب يثق يحسب يثق يعيد وفعل تعطينا شكل واحد فقط يفعل فعل يفعل كاربة يكرم صعبة يصعبة حسنة يحسن ضرفة يضرح وهكذا ما علقت هذا البيت بها فعلا مثلا فتحوا كسرين هاولا كسف فتحوا كسرين فتحوا ضمين فتحتان فتحتان هاول مفتوح هاول مفتوح فتحتان كسروا فتحين فتح كسر فتحوا كسرين كسروا فتحين كسروا فتحين كسروا كسرين 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 ضمتان ضم ضم إذن هذا نسميه الفعل المجرد لاحظوا الفعل المجرد التولاتي نجد فعالة فعيلة فعلا فعاله المضارعة تعطينا كلها تعطينا هذا الشكل هذا صح الآن الفعل المجرد الرباعي لأن فيه فعل توليكي مزيد بحر ولكن هناك الفعل المجرد الرباعي هو أصل حروبه الأصلية أربعة يأتي على وزن واحد وهو فعل لا فعل لا ما هو مضارعه يفعل له على وزن واحد يفعل لا ومضارعه يأتي مضموم حرق المضارعة يعني هذه الحرق الأول ومكسور ما قبل الآخر مضموم هذا الضم وهو مكسور الآخر يفعل له مثلا ترجم تاء والراء والجيم والمن والمين عفوا أربعة أحرم يترجم بعثر دائما يأتي بهذا الشكل إذن فعل التولاتي أنواع ثلاثة فعالة فعيلة فعولة ويعطينا مضارعه كما رأيتم بينما الفعل المجرد الرباعي على صورة واحدة فقط فعل أنا يفعل له فعل أنا يفعل له نفهم؟ الآن ننتقل إلى حروب الزيادة وممكن أفعل الفعل المزيد الفعل المزيد أنواع كثيرة ممكن سؤال يأتي لي منكم وهو أستدقى الزيادة لماذا؟ هذه الزيادة للتوسع في المعاني كما رأينا مثلا فعل لقية لقيتها لقية لقية فيها التفاق تلقى مثلا فارقتها فرق 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 افترق تفرق هذه كلها عندما نستخدمها تعطينا معنى آخر تلتقي في أصل ولكن تعطينا معاني مختلفة طويلة عارضة الآن لاحظوا هذا الفعل المزيد الفعل التولاتي المزيد بحق واحد كما عنده من أوزاد له ثلاثة أوزاد ثلاثة ما هي؟ فعالة هي في الأصل فعالة ستعطينا نزيد بحق فعالة فعالة نزيد بالتضعير وأفعالة نزيد بالآله ما هي هذه المعاني؟ لاحظوا فعالة تعطينا التعدية تعدي إلى شيء آخر تعطينا معنى المشاركة اشتراك تعطينا التكتير المبالغة مثلا كلمة بالغة أصلها بلغة بلغت الشيء وعندما أقول بالغة ففادت التكتير كثرة شاركة هي أصلها شركة شركته في الشيء شركة ولكن عندما أقول شاركة لاهنا أفادت المشاركة شاركته في الأموال ويشارككم في الأموال على هذا الشيطان في القرآن الكلم ويشاركهم في الأموال شاركة عامل عاملته عامل الولد عامل الولد آباه هنا أصبحت توفيذوا التعدية تلاحظون معاني تظهر بخلال حروب الزيادة مثل فعالة قطعة زنرها تضعيل قطعة قشارة خرجة أصبحت خراجة ماذا أفادت؟ إزالة مثل قطعة أفادت تكتير كما قلت سيدنا في صورة سيدنا يوسف وغلقت الأبواب وغلق الباب غلق الباب أفادت كثرة من الغلق هنا قطعة قطعة أكثر من التقطيع ماذا أفادت؟ أفادت إزالة أزيل القشور خرج خرج الولد خرج الجامعة هنا التعدية أفعالة نفس الشيء ماذا أفادت؟ في الأصل فعالة التعدية الانتقال الدخول في الشيء مثلاً معنا أكرامة أكرامة كاروما الرجل وأكرامة الرجل يحتاج إلى تعدية أكرامة الرجل ماذا؟ ضايفة تعدية مثلاً أخرجة 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 وممكن كذلك التعدية أخصب أخصب الدخول في الشيء أخصب أو الانتقال انتقال من حالة إلى حالة الدخول في الشيء أبجارة دخل بالبجر أصبحت دخل بالصباح أخصب الانتقال من حالة إلى أخصب الحقل أصبحت خصبان هذه بعض المعاني من الفعل المجرد المزيد الثلاثي المزيد الثلاثي بحرفين ليس يمازل بحرف هذا هو خمسة أوزان إن فعل إفتعل تفعل تفعل إفعل ذا إن فعل تعطين المطاوعة ما يعني المطاوعة؟ يعني فتحت الباب فانفتح المطاوعة طاوع من الشيء إن فتح أولا إن فعل إفتعل كذلك تعطين المطاوعة المشاركة مثلاً اجتبع المطاوعة جمعتهم فاجتبعوا اجتبع كذلك المشاركة إشترك المشاركة تغعر تعطيني كذلك المطاوعة السيرورة التكلم مثلاً تعلم تعلم صار متعلمًا تنصر السيرورة أصبح نصرانياً تنصر أصبح نصرانياً يعني صار نصرانياً التكلم يقول العلم بالتعلم والحلم بالتحلم يعني تتكلف التحلم إنسان يقول لك لا أستطيع أن يكون حالياً يقول لك تعلم التحلم تحلم يعني تكلف التحلم عنا تفاعلة تفاعلة أيضاً أولا تصارحة تمرضة تعافة هي مريضة عافية صارحة ولكن أدبنا له التاء والأليل تعطينا المطاوعة تعطينا المشاركة تعطينا التظاهر مثلاً تصارحة مشاركة تمرضة تمرضة التظاهر تظاهر بالمرض يقولوا تمرضة أنت تتمرض عليه أنت مريضة أنت تتمرض تتمرض معنى تتظاهر بالمرض تعافة أيضاً تعافة المطاوعة عافيته فتعافة أصبح طيعاً في المعافلة إفعالة إفعالة على وزن إفعالة مثلاً اشتداء والجر هذا الوزن يعطينا الدلالة على اللون يدل على اللون أو العين أو المبالغة مثلاً إحمرها أصبحها اللون وربما يفيد المبالغة كذلك المبالغة الشدة الإحمراء يعوج العين اشتد أيضاً المبالغة اشتد الحر مثلاً اليوم البارح المقام له اشتد الحر معناه أصبحت الحرارة شديدة لاحظوا الآن الفعل التولاتي المزيد بثلاثة أحرق له ثلاثة أوزان عندنا استفعالة 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 هاتف في هذه المعنايات هناك معامل الآخرى طلب التحول مثلاً أنت عندما تقول استوقفته طلبت منه الوقوف مثلاً أنتما تقول أستغفر الله فأنت تطلب المغفرة، أستغفل الله أن تطلب المغفرة تطلب؟ نعم كلمة استأسادة، الفعل استأسادة عكوا استأسادة على وزن استفعالة ماذا تفيد؟ تفيد التحوي، تحولت من شيء إلى آخر أصبحت أسداً، استأسادة علية، معناها تحول إلى أسداً يبعوا على تفيد التقوية المبالغة، كما نقول إخشوشنة، إخشوشنة أصبحها قوية حطوشنة المبالغة مثلا تقول إحلو لك، إحلو لك الليل يعني زاد حركة إفعال لا، كذلك، هذا فعل نعم ألف والشدة، تفيد ماذا؟ المبالغة صفار، إحمار، هذا كذلك، فعل تلاتي مزيد بثلاثة أحرب بقي لنا الفعل الرباعي المزيد بحرفين أو حرفين، تقريباً ما هو الأخير هذا المزيد بحرفين أو حرفين يعطينا إما تفعل لا، إما إفعال لا، إفعال لا تعطينا المطاوعة، بعثرته، تبعثر، تحرجته، فتدحرجت، فتدحرجت، فبادت المطاوعة، أصبح طيعاً أما إفعال لا، إفعال لا، تعطينا كذلك المطاوعة، تعطينا التحول، كما قولي إقشعرة، هي في الحقيقة قشعرة، قشعرة، إقشعرة، تحول جلدي إلى قشعرة، أصبتني قشعرة إطمأنّا، أصبح طمأنته، فأصبح مطمأنّا، كذلك تبيد المطاوعة، إطمأنّا، هي في الحقيقة طمأنّا والشدة أستطيع أن أحوسم كل ما قلته في هذه القاعدة التي يجب أن تأخذها، الفعل في اللغة العربية مجرد ومزيد الفعل المجرد هو ما كانت جميع حروبه أصلية وهو إما ثلاثي وإما رباعي، الفعل المزيد هو مزيد على حروبه الأصلية حرق أو أكثر الغرض من الزيادة التوسع في معاني اللغة وهو كالتالي، المزيد بحرف، تعطينا التعليّة، المشاركة، إزالة، التكثير المزيد بحرفين، تعطينا المطاوعة، المشاركة، السلولة، الدلالة على اللون، والعيب إلى آخرين المزيد بتالتة أحرق، تعطينا الطلب، التحول، التقوية، المبادرة حاولوا أن تأخذوا في كتابكم صفحة 171، عندكم تبرين رغم آلق لمجال المعارف، تبحثون فيه عن الأفعال، وتبينون نوعه، يعني هل هو مجرد أم مزيد، وما هي الدلالات التي ذل عليها أو أثادها إلى هنا أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ودمتم في رعاية الله، وإلى حسة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة